مرحبا بيك الدولة تكون معنا عام الجاي إن شاء الله إن شاء الله تفاصيل الدورة اليوم خاصة اللي شفنا حضور الفنان العربي يوري مرقادي بعض الوجهو الإعلامية العربية خاصة من مصر رئيسة لجنة التنظيم كذلك أو رئيسة المهرجان السيدة حنان النصر كانت موجودة الكم الهائل من الضيوف اللي كان موجودين اليوم لو كانت تعطينا الإضافة في دورة تونس السنين إن شاء الله اليوم دورة تونس مهمة جدا أحنا بدينا فعلياً لديشيوم تاعنا أو المهرجان الحقيقي في نسخته الأصلية عنا عامين تويكا نسخة الأولى كانت عمناون وهذه هي النسخة الثانية قبل شنو كان يصير اللي كان يصير قبل كاستينج عادي يطلعوا لبنات أو حفل صغير يطلع فيه الملكة اللي بش تكون موجودة في نهائي مصر عنا عامين تويكا اختلف في الوضع عامين خدمنا على المهرجان في اللي ناغمم تاعوا اللي موجودة في الدولة العربية الكل اليوم خدمنا على حفلة ميزينا برشا يكون فيها وفوت عربية جيتنا من البرة اليوم كان الحضور سعودي كانوا موجودين كان موجودين معانا من لبنان غضوة بشي جيو يخلطوا علينا جميعا من المغرب معنتها اليوم فيما ضيوف شرف جيين من برة الضيوف هذو ما ليجيوا يحضروا الحفلة ويمشيوا زادا عملون مجوالات سياحية يتعرفوا على البلاد يزورون مناطقنا السياحية يتسوقوا يشوفوا صناعاتنا التقليدية يتعرفوا علي سبونسور امتيعنا اللي هو زادا مهم ميازر عنا اليوم منتوج تونسي موجود في الحفل هذية يتعرفوا عليه ممكن يكون تكون فما شراكات احنا عمناه وفما شراكة صارت ما بين منتوج تونسي وما بين شركة مصرية اليوم التواجد هذية هو تواجد اقتصادي تواجد سياحي تواجد خيري زادا عنا عمل خيري نقوم بيه في كل عام عمنا والعملنا تبرع بالدم من اجل الوطن العربي سناي فكرة جديدة زادا نخدم عليها احنا ورئيسة المهرجين كل عام عنا المهرجين يكبر ويتوسع وتكون فيه افكار جديدة وهذا المهم في المهرجين متاع سناي انا اقول ديما من كل دورة لدورة قاعدين نقدموا وعام الجاي بش نزيد ونقدموا لو الدولة احتضنتنا ولو وزارة السياحة كانت معنا ووزارة الثقافة كانت معنا اليوم من غير كنلقى واكيلة المغرب موجودة معها دولتها اليوم المغرب تنقلت المهرجين كله المراكش عاملوا حفلة كبيرة لقام الكل كانت على حسابهم الضيوف كانوا موجودين قاعدوا جمعة كاملة غاديكة فرحانين بالتواجد متاحهم كان في المغرب اليوم صحة لدولتها دعمتها ونقول ان شاء الله انا زيدا دولتي الدعمني ونلقى الدعم اليوم نقول انا لوراق اليوم اللي حتيتها ممكن انا حتيت ملفت راني حتيت ملف في وزارة السياحة حتيت ملف في الخطوط التونسية ناشدت وزارة الثقافة بصراحة ما حتيتش ملف لكن قلت لهم ايجيوا ونقول لهم لليوم زيدا ايجيوا غضوة الحفلة الحفلة في بلاسة ميزيانة برشة في صالة حلوة برشة صالة الشيشخان في وثيل راقي جدا نشكر جماعة الوثيل على فكرة جماعة النزل هما اللي امنوا اول الناس اللي امنوا بالمبادرة هذية والناس وافقت انه نكونوا موجودين معاهم ويعطيهم الصحة ويعايشهم نقول للدولة اليوم مرحبا بيك ايجا كانوا راقي مع برتش اما سورتي راهي بشتعبر اليوم الصحافة كانت اضافة اضافة نوعية واضافة كبيرة برشة للمهرجين هذي تونس تم تتويجها ثلاث مرات من خلال ممثلات تونس الفتيات المشاركات في مسابقة ملك الجمال العرب في الدورات السابقة اليوم تونس ما عادش تشارك فقط لمجرد المشاركة شنو اللي تتميز بيه البناية التونسية والله البناية التونسية تتميز بذكي اليوم انا بناية تونسية انت بناية تونسية بناتنا توانسة من الشمال الجنوب ما شاء الله عليهم الكل البناية تونسية ليشاركوا ثلاثة مرات فعلا اخذينا اللقب في حتيش المرة احنا الدورة احنا الدولة الولى في الالقاب بعدنا المغرب ان شاء الله تتكرر الالقاب مسالة المهرجانات اليوم بش توصل البناية تونسية تاخذ اللقب انه يكون الاختيار جيد من وكيل تونس بش تحصل هي على اللقب بعد خطر هي في الاخر تتقامل مع بناية عربية جنسياتهم مختلفة ثقافتهم مختلفة افكارهم مختلفة اليوم مهم جدا الاختيار اللوليني اللي يصير بش تكون طفلة تونسية تعرف تنافس المتسابقات الاخرين واحصابها تكون بيردها خاطر اليوم فمحة 4 عصابزة ده غادي كراهي يكون منافسة شديدة كل واحدة تقول لكينا نحب نربح لانه اللقب يخول لها العديد والعديد من الاشياء اليوم اللقب يدخلها للأعلام اليوم اللقب يدخلها للتمثيل اليوم اللقب تشوفها الميديا العربية الكل اليوم اللي يصيروا في كل البلدين العربية اليوم الصحافة العربية الكل تحكي عليها مهم جدا انها الطفلة اللي بش تطلع تونسية ان شاء الله اللي بشكون موجودة معنا انها تكون بالحق مثال للفتاة العربية المثالية والفتاة زيدة تونسية اذكية يلي تحب توصل فكرتها بذكاء تام شنو تقول للفتيات اللي يحبوا في الدورة القادمة ربما يشاركوا في ميس أراب وورد نقول لهم مرحبا بيكم الكاستينغ اليوم غضوة الحفلة وإن شاء الله الكاستينغ زده بشنا بدايوكي العادة نقول لهم مرحبا بيكم خلي عندكم فيقة في رواحكم مهم جدا أنهم يكونوا عندهم فيقة في رواحهم مستويهم التعليمي يجب أن يكون مميز والجمال زده يجب أن يكون مقبول هذي أهم حاجة تكون موجودة نتصور اليوم بش تمثلنا وما يغيبش هذي يرهو على الفتاة التونسية والمرأة التونسية أغلبية تنسي توينسا ما شاء الله علينا نعم غضو إن شاء الله السهرية الكبيرة نقول وحنا حفل الختام اللي بش يتم على إثر واختيار الفتاة اللي بش تمثل تونس في النهائي في مصر بش يكون حاضر أكيد مجموعة كبيرة من الضيوف لو كانت تعطيناها كلام حسي ذيوف توينسا على راسنا وعينا هما الأولانين فنانينا توينسا على راسنا وعينا هما الأولانين الصحافة التونسية كيف كيف موجودة اللي سبونسورنا لكل هم موجودين الصحافة العربية بش يكون موجودة عنا فنان عربي اللي هو يوري مرأة دي بش يكون موجود نشكروه على تواجد تمتاعه في تونس ونشكروه على دعمه أول ما لبينا له دعمه ما خمامش ما فكرش عنده بطولة مسلسل عربي قص عليه وجينا يجري مرحبا به تواجده اليوم في بعض غياب ستة سنين نقولوله مارسي مارسي انك دعمتنا ومارسي ان يكنت معنا اسم كبير في تونس ونتمنى له زاد النجاح ونتمنى له الدعم هذا تغريبا التواجد لجنة التحكيم طبعا بش تكون موجودة الدكتورة حنان نصر أعضاء اللجنة كيف كيف بش يكونوا موجودين اللي هي اختارتهم ابناتنا بش يعملوا دفالين بتاعهم بش يتسألوا بش يجاوبوا بش يحكيوا بش يوريوا وارواحهم اليوم فما حوالي ميتين وخمسين شخص بش يكون موجود في الحفلة عنا سوفراء بش يكونوا موجودين عنا شخصيات بش تكون موجودة حبينا تواجدهم بش يوصلوا معلومتهم ميساج كيكون عندي سفير أجنبي أو سفير عربي بش يحكي على تونس هذي ايماج لتونس في الأخر يقولوا فما تنظيم مزيان فما إذن ما مزيانة تونس معروفة بتنظيم امتاح رغم الإمكانيات الصغيرة لكن تنظيمنا دقيق ودقيق جدا هذي اللي نتميزو به ونحبو الصورة هذي هي اللي توصل اليوم حتى كيخترنا الناس اللي موجودة خارج إطار المسابقة اخترناهم بش نوصلوا فكرة اخترناهم من أجل هدف معين وهذا اللي خدمنا عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة